بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات الامرجنسي جنرال سيرجري النهاردة الحلقة رقم سبعة اتمنى الحلقات اللي فاتت يكونوا مفيدين ولو عندكم اي اسئلة اكتبوها في التعليقات لو عندكم اي اقتراحات اكتبوها في التعليقات النهاردة هنلخص بس الحالتين اللي احنا نقاشناهم قبل كده احنا نقاشنا حالة فاطمة وفاطمة اللي هو حالة اكيب كوليسيستايتس وانا المانجمين بتاعها ازاي وحالة اكيب كوليسيستايتس وانا المانجمين بتاعها ازاي وانا صورس البودكاست بتاع بيهانده نايف في الكمبلوكيتد اكيب كوليسيستايتس مهم جدا للمهتم يعرف بيتعمل معين النكروزيس ازاي والانفكتد بنكراتيك نكروزيس ازاي والحاجات دي يسمع البودكاست النهاردة هتكلم مع على حاجة ضريفة اللي هي في البلاري مش عارف ليه مليان تريادز فحنا مع بعض هنجمع الحاجات دي علشان نركز نعرف الدياغنوز مثل الناس المهتمة في امتحانات الناس اللي تتكلم في التريادز في الأسامة الدكاترة مثل تريفيا نتكلم عنها نحاول نخليها بردو كلينيك الابليكابل سأبدأ بقول واحدة مثلا حد عنده البيئة والبيئة ويجب تريد نحاول 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 اليوم لو هناك جول ستونز لو جايب الهيستوري في جول ستونز او لو عملنا التوارق و لو في جول ستونز بحتاج لابروسكوب الكوليستيكتومي والتي هي حاجة ليست محتاجة تبقى طوارق بس العينين الذين عندهم بيرزيستنت بيليريكوليك وما بقدروا رواحوا وكل شوية طوارق نحب نعملها لهم في الطوارق يعني لو في مكان في الأمرجنسي الثايتر الحاجة اللي بعد كده الكمبينيشن بتاع برزيستنت راية ابوكوهدران باين رايزد انفلميشن ماركرز وبوزيتيف ميرفي ساين بالكينيكال اكزاميناشن ده بيقول ان فيه اكيوكوليستايتس فيه بقى ليفر فانكشن تاست كويسة او مش كويسة دي حاجة تانية يعني لو طبعا الليفر فانكشن تاست معقولة هناخد العين ده او نورمال والسي بي دي كوموبايل داكت نورمال هناخد العين ده على العمليات نعمل له ايرلي لابروسكوبيكوليستايتومي نحب طبعا ده يبقى ايرلي في اول اربعة ايام كل ما الوقت بيعدي كل ما الدنيا بتبقى اصعب للأسف بس فيه جراحين طبعا بيعرفوا يعملوا الحاجات وهي صعبة يعني عشرة ايام تلابتاشر يوم فيه ناس بتعمل بس يعني على حسب الاكسپيريينس بتاعت الناس في لابروسكوبيكوليستايتومي فبرزيستنت باين رايزد انفلميشن ماركر ببوضيتف ميرفيti هناخد ايام ايام فبرزيستيتس فبرزيستن حنا كنا عارفين ده باسمو شاركو تسترياد فبرزيستن كان اسمو شاركو تسترياد وكنا بنزود عليه اخذ الحاجة ومشكل ثانيه فكرة اياته لكن كنا اللي هي رينودس بنتاد طبعا ده حاجة مش مهمة دلوقتي خالص الموضوع ده تغير شوية الأكيوكولنجايتس بقى لها كريتيريا بقى اسمها تكتوكيو كريتيريا الباين لسا مهوه بس مش لازم بقى فايفور بس يعني الانفلميشن موركرز لو عالية لو سي اربية عالية او بلاد لسلس عالية ممكن تبقى اندكيشن أو فايفكشن لو في مشي جندس بس هي الوقتي الجزء من شاركوة سترياد الهوام درينج دليفور فانكشن تيست أو ديليت الدكت في راديولوجي سواء بقى ألتراساون، سيتي مش عارف ايه ده برضو إيديكيشن ان فيه أبسراكشن فده بقى الشاركو التسراعيات تتحول لطوكيو كريتيريا الرينز بنتات زي ما قلت لكم الخمس حاجات اللي هو البين والفيفر والجوندس والكونفوشن والهايبوتنشن اللي هو ايه العيان يعني ايه انويل او انسيبسس وكده يعني بس يعني ما عادش حد يستخدم الترمز دي او الوقت بقى فيه توكيو كريتيريا اللي هو اللي انا كتبها لكو دي راديولوجيوكو كريتران باين فيفر او راديولوجيوكو او جوندس او درينش لفانكشن تست او داليت الدكت لان بقى عندنا الوقت نقدر نباين بها الحاجات دي اللي هي الجوندس والفيفر الحاجة التانية التشخيص بتاع البانكرياتايتس 2 out of 3 زي ما قلنا الابيجاستريك بين plus rest amylase slash lipase whatever يعني وطبعا ممكن يتعامل في يورين برضو بس يعني الحاجات دي مش مش افلابل في كل حتة ابيجاستريك بين plus rest amylase او CT طبعا بنعملش CT الا لما الامylase يطلع لنا normal او مش diagnostic فأي اتنين من الثلاثة دول بيدياغنوز acute pancreatitis التريادز الثانيين او الحاجات الثانية الزريفة اللي بنعد تتكلم عليها والاسامي لو عيان عنده نيوموبيليا يعني بتشوف كده في X-ray ال liver في air و small bowel obstruction وايكتوبك stone في الغالب الرايط اليك فاصة دي العامل عنده Goldstone alias اللي عنده بيجي ball obstruction في الغالب في الغالب مش بنعمل X-ray ما عادش حد كتير قوي بيعمل بدون ال X-ray بس يعني لو عملت بنعمل CT بيبين stone في small bowel وبيبين air في bilir radicals في liver ويكون في small bowel obstruction ده Goldstone alias وبقول لكم بيبقى في air في ال liver في bilir radicals عشان في الغالب ده بيكون جاي من Cholestodiginal fistula بيبقى فيه fistula ما بين الاثنين طبعا ما ننجم بتاعها في اغلب الاحوال ان احنا منخش نتشيل stone من الحتة ونقفل تاني وخلاص بنتروتومي محدش بيتعامل قوي مع Cholestodiginal fistula في الاحوال ده فيه ناس طبعا بتتكلم عن كلام بيتعاملوا معها بس أنا منصحش ان حد يتعامل معها في acute sitting يعني محدش بتعامل مع Cholestodiginal fistula في acute sitting في الغالب ده بتبقى بسبب Cholestodiginal fistula زي ما قلت لكم عشان كانت تبقى في Neumobilia Small bowel obstruction طبعا نعرفين الحتة الدقيقة في البول في الغالب Ilium في الميد Ilium في الغالب تبقى في الراية إليك فصة والناس بتشوف الستون في CT بتبقى واضحة جدا في X-ray ممكن الغالب تريد الغالب تريد الغالب تريد الغالب تريد الغالب تريد عندما يكون حد عنده تراوما في الغالب أو حاجة وبينزل بلود ثم تبقى ثم تبقى راية أبركودران وجوندس وأبرجاي بليدن هذه الأشياء من الأشياء الندرة لم أشاهدها لقد شاهدت جولستوني اليس بعض مرات ولكن لم أشاهد تريد 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 أبرجاي بليد تريد تريد تجميع تجميع تريد تريد بلود الطعام بطريقة تريد أبدا قبل أن نصيب البيليري قبل أن نحصل أبدا لديه و عبدا بلد أن لا ادخل في التفصيلة دي بس لو في اي حاجة وفي ناس يعني هو لسه مش لقى اهمية عشان في ناس دلوقتي بتهالي فيه study اسمها sun flower study بتهالي لو احنا كبرنا دماغنا في اللول medium risk cbd stone وعملنا لها بكولي وخلاص مش نعمل بقى مرسيبية ولا اي حاجة اللي هيحصل دي لسه investigated لسه الناس بتدور فيها بس يعني حتى الان مفيش حد قوي بيعمل laparoscopic cholecystectomy اللي ما بيتأكد ان ال liver function tests normal والduct not dilated ولو حاجة من الاتنين دول abnormal بيعمل MRCP الاول ولو MRCP negative مفيش فيه common ball duct stone بيعمل lab koly لو فيه positive وفيه stone بيعمل ERCP طبعا وبعض يعمل laparoscopic cholecystectomy او في بعض الناس برضه طبعا دي institution specific و Surgeon specific و Training specific بياخد عيان على طول يعمل له laparoscopic cholecystectomy ويأسس الدكت انترا operatively سواء بالتراساوند او on table colongiogram وبعد كده لو هو trained بيعمل laparoscopic cbdx operation طبعا لها كريتيريا شوية على حسب ال equipment الموجودة والحاجات بيشوف الدكت قد ايه مش هنفتح دكت صغيرة طبعا الدكت لازم تكون على الاقل تمانية ميلي او عشرة ميلي في اغلب الاحوال علشان نعمل لها acceleration ويكون trained بيعمل laparoscopic ولو الدكت صغيرة او مش trained بيعمل post operative ERCP دي دي في الغالب المانجمينت بتاع البيلر ديزيز طبعا الحاجات التانية اللي بنعمل لها laparoscopic cholecystectomy goal stone pancreatitis ودي بيبقى العيان محتاجي تعمل له index admission cholecystectomy العيان اللي عندهم persistent biliarcholic العيان اللي عندهم acute cholecystitis العيان اللي عندهم goal stone pancreatitis small attack and resolved while in the hospital العيان اللي كان عندهم cbd stone وشلناها PRCP كل دون محتاجين ل laparoscopic cholecystectomy قبل ما يراوح شكرا جدا لكم وانا بتالي كده كفاية على البيلر وان شاء الله المرة الجاية الحلقة التامنا في يوم ثمانية ان شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد مرة تانية شكرا لكم على متابعتكم واكتبوا لي اسئلتكم وتعليقاتكم وان شاء الله نادرس الحاجات دي